السلام عليكم مرحبا بكم اسمي ياسين فراكي سعيد ذهب تكتك على الوضعية والشيء الذي سيحدث الآن فإن فاصل في حياة فراكلي فراكي أصدقائي قرر الانتقال من هذا المنزل هاته الفيلا تخيل لو كانت لديه مثل هاته الفيلا كنت صراحة سأحمد الله وسأبقى في هاته الفيلا مدى الحياة تخيلوا لديه مسبح خاص بالساطع السباحة الفيلا فإنها كبيرة جدا ورائعة عدد الغرف فإنها التخيلوا هناك غرف سيريا هناك خاصة بفرانكلين لا يدخل لها وضع فقط فيها الأمت جاء السرية الخاصة به لقد استطعنا الدخول بطبيعة الحالة تلك الغرف لكن يمكنكم الدخول لها فقط باستعمال الموضع كل هذا كله وفراكلي قرر يا أصدقائي الانتقال ببساطة لأنه يريد تغيير الجو لديها أموالنا إلى جدانه وليس لديه أي مشكلة والشيء الذي يقرر فعله هو أنه قرر شراء أفخام منزل في تاريخ لعبة الجدائي وفايف يمكنكم رؤيته من هنا من هنا من هذه الفيلا الخاصة بفراكي نستطيع رؤيتها لدي استعمال السلح سنايبر الراقب ويأصدقائنا هو بطبيعة الحال ها هو يا رفاق ركزهم طائر الخصوصية الخاصة به إذا أراد النزول لمنزله من السماء فبي إمكاني النزول للمنزل من السماء فراكي هيا ابتسيم أصبحت تملك أغلى شيء في لوسانتوس أحسنت يا صديقة فراكي فراكي فإنه مبتسيم يا أصيقى إذا أردت من فراكي أدي أظل مبتسما فقط قم بضغط على زر لايك لهذا المقطع وإنشره مع أصيقائكم كذلك وإذا كنتم غير مشتركي اشتركوا لأنني انسي بس وعد في المياه فقط من المشاهدين ومشاركين في القناة وتحياتي جميع تشوب تشوب هياليengine loos founding صديقي حالت لحظته الإبتعاد أخيرا من هذا المنزل واو واو وهو شش ش اه الرائحة فأنا كريا جيدة يا صديق تشوب هيالكيو انتحرك مع الأسف صراحتني سأشتاك الكثيرا لهذا المنزل أتوقع بأبنكم سنتصلو بي لستر وصلنوقوله فيلا فقط تعالنا أو قم بإعطائيها لشخص اخر تريفر أرد تعطاتيها فيلا لكن تريفر يحب العيس الأصيقاء في القرية لهذا السبب هوى حتى لو أعطيتها فيلا ليعتني ممكن أن أعطيها لي ويد ويدفئنا جالي صنف الملحى الليلي أعتقل بأنه سيحب المجيء لهذه الفيلا وبدون أنه ضيع الوقت هي اللي كانت تجيها لمنزلنا الجديدة وصلنا آخيرا للمنطقة منزلنا الجديد فإبنا على اليسار مباشرة يا أسيقين فيها إدارة كاسم جيدة لدينا باب الدخول هو هذا ولدينا الغاراج سندخل الآن للغاراج مباشرة بعد الدخول للغاراج شاهدوا يا أسيقين عدد سيارات لها جدا الموجودة عندنا هنا في الغاراج لدينا هذه السيارة سيارة ماكلارن السريعة لدينا هنا سيارة رانج روفر لدينا سيارة وأخرى من نوعية سبورت نركزهم الديزاين الديزاين حطير بالإضافة للسيارة ربعيش دفع أحب أخذها لجبل الماونت شيلياد عندما أذهب وأتجول في جبل الماونت شيلياد لدينا هنا كذلك السيارة المدرعة بطبيعة الحال فكلونا يعرف لقد تعدينا لخمسة نجمات استطعنا الوصول لألف نجمة أو أكثر لهذا السبب ستحتاجون لسيارة من ثلاثة لكي تستطيع العيش في ذلك العدد هائل من نجمات بالإضافة كذلك لعدد هائل جدا من الموتر سايكلز هنا يعني يعاشقوا لي الموتر سايكلز في هذه الضيفة مباشرة حتى ستجنون السلام الخاصة بسعود للفوق وهنا ياسيقى لوفي لدينا البيرياردو بيرياردو رائع لا بأس به وهنا ياسيقى لدينا باب يقوم بأخذنا للسطوح وهنا ياسيقى لدينا منطقة الجلوس إذا أردت الجلوس بطبيعة الحال والإستمتاع بوقتي وهنا منطقة خاصة بالضيوف عندما يأتي الضيوف عندي نأتي إلى هذه الغرفة لكي أدير لكم هذه منطقة نومي بطبيعة الحال لدينا بعض من الأشجار أشجار فإن قمت بزرعتها في السطوح لحاسوب الخاص بي في هذا الحاسوب أفتح فانات ياسبليس لكي أشاهد مقاطع ياسبليس لخرى فيها لليوتيوب وإذا دخلنا لهذه الضيفة فإننا سنخرج يا أسيقى لحديقة المنزلية الحديقة حديقة في السماء شاهدوا عدل الأشجار لدينا هنا أشجار كبيرة جدا شجارة معي ملاقة قمنا بغرسها هنا بوتت لا تسألني كيف أنا بوتت لكنها نبوتت بطبيعة الحال مزيد من الأشجار هنا كامفاير إذا أردنا الجلوس والاستمتاع بوقتنا في السطوح وهي لكي نسعد لي الفوق يا أسيقى لكي أظهر لكم طائرات شخصية ولكي نسعد لي الطائرات شخصية فمن ضروري الصعود عبر هذا السلم الذي أظهرت لكم سابقا وراقبوا يا أسيقى ماذا يوجد هنا في هذه الضفة لدينا غرف أخرى كبير جدا هذا هو الطابق العلوي أريكات خاصة بجلوس الورود كذلك وهنا يأسيقى منطقة جلوس كبير عندما سأستدعي الشباب لهذه المنطقة لأنهم سيجلسون هنا يستمتعون بوقتنا لدينا هناك الغرف دائرنا لعب الغرف أنا وصديقي مايكل تلفاز كبير كذلك وهنا في هذه الغرفة شاهدوا يأسيقى غرفة النوم خاصة بالطيوف غرفة رائعة جدا ومميزة وهنا في هذه الضفة يأسيقى لدينا الحمام حمام كبير جدا بالإضافة هنا للبين وارع حمام لبسه بصرحة تمنيه لو أن ذلك الحمام كان كبير شيئا ما وهنا بطبيعة الحال المطبخ المطبخ عندي فإنه نظيف مميز كما تشاهدوا والآن هي التي نخرج إلى هذه الضفة في هذه المنطقة يا أصيقاء هنا يأتي الشباب يجتمعون لدينا البربيكيو هناك نقوم بطهو البربيكيو ومن هنا لدينا منظر خطير جدا بالنسبة للفاين وود واو الأطوميك بلون ركزهم لفاين وود يا حبيبي جابا لفاين وود ونستطيع رؤية المنطقة كله وأستطيع رؤية منزلي القديم بنفسي أستطيع رؤية هنا منطقة البربيكيو كما قلت لكم تشوب بحلوك يا تشوب وفي بعض الأحيان فأمني أحب المجي إلى هنا والنظر يا أصيقاء للمناظر الطبيعية الخلابة لدينا هنا الجاكوزي ماء ساخن لكي نقوم بتكميض العظام وهي اللي كي نصعد الآن للفوق لكي أدار لكم يا أصيقاء طائرات الخصوصية الخاصة بي في بعض الأحيان آتي هنا للسطح وأقوم بأخ الطائرة وأذهب في جولة بدون نزل وأختي لكي السيارات قمت بكي رائها للآي اي اي لابناتي البناء هي بناء الآي اي اي اكتري شوية لهم لكي يقوم بوضع طائرتهم هناك أما بالنسبة للطائرة الخاصة بالخصوصية هي هي يا أصيقاء طائرة الخاصة بالآن بطبيعة الحال فيها علاماتي هناك وهي تعني البليونير زي حبيبي أصحاب ملايين وملايين دولارات والآن هاي اللي كنجلسة بالقرب من هاتي الكامب فاير اوو ما هذا هسميته واو 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 هناك شيء مرعب جدا صراحة يا أصيقاء لا 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 أمر جنوني هذا هيا هيا صديق تشوب بسرعة يجيب عليه النزول هيا بسرعة يا صديق تشوب يجيب عليه التحرك واو واو زيزال قوي جدا هذا لا 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 انهض 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 بسرعة 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 مشكلة هذا يا رفاقي لو فيها لا 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 مرة أخرى لا لا هذا زيزال خطير هذا يا ثقاء ركزهم لا أصدع تحرك الأرض كلها في امنات الزلزة هيا بسرعة 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 إلى الخروج واو واو لا لا أقوى زيزالات سأموت هيا الصديق الصديق مشكل فراكي الحمد لله لازال ميغم على تشوب تشوب هيا إلحق بيا تشوب لست متأكد إنه هو تشوب لكن علي من جات بحياتي الآن زيزال فإنه لازال مستمر يا أثقة علي النزول بسرعة كبيرة جدا الحمد لله زيزال هدا أشيئا ما الآن هيا تحرك 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 بسرعة يا رفيقي صديقي فراكي اللقد اقتربنا لم يتبقى الكثير هيا تحرك تحرك ما هدا صوت قوي جدا يا رفيقي مشكل لا 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 شوب أين أنت يا تشوب لست متأكد شيء لدي حد جريت شوب لكن لمسعد لقد سقط لهذا السبب ذهبت عبر السليم لموالم أنزل عبر المسعد ركضتم شيء لدي حد جريت لمسعد لقد نزل وشهدوا الضمار مشكل بنا كيف تحول شيء أثقة ظهري فإنه يؤلموني كذلك بالكاد أستطيع تحرك يا أثقة الوفية هل شاهدتم فراكي اللي ميسكين ظهروا فإنه يؤلموه كأنني أسمع النباح النباح الخاص بالشوب يعني أن تشوب لازل على قيد الحياة إذا ركضتم جيدا أنا الآن أسمع النباح الخاص بالشوب شوب أنا جاي شاهد ذلك الباب كيف أصبح واو واو لقد تكسر يا رفاق مشكل كبيرة هذا شوب لا تخلق يا تشوب أنا جاي سأنقدك يا تشوب ميسكين تشوب يا رفاقي الوفية لازل على قيد الحياة أتمنى فقط أن البقية الخاصة بالضمار لم تصيبه مع الأسف يا أثقة شوب أين أنت؟ أنا هنا لقد جيت يا تشوب مشاهدوا المدينة كيف أصبح واو واو ضابة بقى قوي جدا جاء بعد ذلك الززال هذه البحثة على التشوب ممكن أن تشوب موجود بالخلف من هذه الأشياء هنا نعم نحن أحاول أنه قوي في تلك الضفة بالضبط شاهدوا الضمار يا أثقة متأكد كيف سأستطيع الصعود في الفق هناك توقع بأني سأكون بجر هذه التشيب الوضع هنا وسأصعد في بقو منها وسأحاول الصعود لفوق لكي نقوم بإحضار تشوب تشوب أنا أسمع صوتك أين أنت؟ شاهدوا هذا المكتب كيف تحول واو 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 جميع الحواسيب لقد احترقت مشكل كبيرة هذا تشوب هل أنت بخير؟ إن أنت يا تشوب تشوب نعم ها هو تشوب تشوب لازال الحمد لله تشوب لازال على قيد الحياة أثقة الحمد لله يا صديقي تشوب هل تستطيع تحرك يا تشوب؟ مع الأسف تشوب فإن لا يستطيع التحرك هو مجمد ممكن أن أصيب في أحد رجليه أنا متأكد صراحة يا أثقة لست متأكد كيف سنفعلها لكن الحل الوحيد هو القفز من هنا يا تشوب والنزول هذا هو الحل الوحيد يا صديقي تشوب تشوب هل أنت بخير؟ ممتاز لقد قمت بالحمل تشوب في هذه الأثناء يا أثقة إلو فيها الشيء الذي سنفعله هو أننا سنقفز لأنها ليس بليد حينها يجب علي القفز يا أثقة أنا و تشوب فقط تمسك بيها تشوب جيدا هل سمعت؟ وهيا لكي نقفز الفراشة موجود لدينا أنا و تشوب ضد العلم لكن راقبوا يا أثقة البنائة لقد تهدمتني يا أين عن آخر يا ونزلت مشكل كبير هذا صراحة شيش 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 شهدوا الضمار الشامل والركزهم البنائة لقد نزلت أثقة الأوفية تشوب تشوب تمسك جيدا يا تشوب هيا تشوب الحمد لله نزلنا بسلام نزلنا بسلام يا رافقي تشوب الحمد لله تشوب أصبح تشوب يستطيع الوقف على رجليه هذا شيء جيد شوب يا صديقي أنت تعرف أين هو المنزل القديم اذهب للمنزل القديم لكي لا تنزل عينها حجرة مثلا من السماء وتحدث الكارثة شهدوا يا رفاق شهد واو 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 ضمار قوي جدا لازل ظهري يؤلمني بطبيعة الحال زلت أتمشى بتلك الطريقة على الأقل نجونا بحيث نشيش الضمار يا رفاق ضمار الخاص بالبناية وكذلك هذا لقد نزل ممكن أن أصبنا تلك البناية الخاصة التي لم يتم إنهاؤها بعد أصبناها يا أثقاء ونزلت تلك التي كانت في السقف أما بالنسبة لبناية العملاقة فإنني أسفل منها مباشرة سأحاول الجاري بطبيعة الحال لا أستطيع الجاري بشكل جيد هي تحرك 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 وكأنها سأكون بالجاري يا أثقاء الأوفية وسأهرب من هذه الطفانة نهائيا مشكلة قد سقط زلزال هذا فإنها قوي أقوى زلزال في التاريخ لماذا أريد الإبتعاد من تلك لكي لا تنزل فوق من رأسي لأنها إذا نزلت فوق من رأسي فإن الكاري تستقع بطبيعة الحال لا أريد منها أن تنزل فوق من رأسي لباس ندخل من هنا ونخرون من الضفة الأخرى ليست لدي القوة لكي أستطيع الصعود في الباس تشاهد الكاريتير السيارة المسكين تم تدميرها كذلك بسبب زلزال لباس رقب 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 واو 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 نزلت البنائة ودخلت وسط من الميزبانك الميزبانك قاموا ببنائها بشكل جيد لأنها لم تتأثر بالزلزال رغم أن الزلزال كان قوي جدا هذه الأحجار هنا لفتت انتباهي فأردت المجيء يا سيقا لكي أكتشف مهلا ركزوا هذه الأحجار لقد قطعت الطريق بدأت صحتي تتحسن شيء أنماء لكن لازل ظهري شيء أنماء يؤلموني واو 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 ممكن أن هنا كانت بنايات وتلك البنايات كلها لقد تهدمت وبقيت فقط هذه البقايا ركزوا شي شي حتى هناك واو 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 عدد هائي جدا من البنايات هنا تهدمت سأحاول الصعود لأحد هذه العمارات التي لم يحدث لها أي شيء وسنحاول النظر لكي نرى شاهدوا يا سيقا واو 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 لا أصدق وهذا صراحة الصدع الخاص بالأرض لقد ظهر لا يمكن هذا جامع البنايات التي جاءت في الصدع هي هاته بؤرة الزلزال هركزوا تقب أسود كبير من سقط في ذلك التقب فإنه سيختفي رقب رقب تقب فإنه متجئ حتى هناك وشاهدوا في هذه الضفة واو 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 صدع عملاق تم إنشاؤه بسبب ذلك الزلزال اييي شي 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 قد وصل حتى تلك الضفة هناك ذهب حتى البحر ركزهم لا لا هذا مشكل كبير هذا أتسأل هل هذا الصدع وصل لصديقي تريفر سأغير لي تريفر الآن وسأكتشف تريفر جالس في منزيف لقرية القرية اللي محدش فيها أي شي ركزهم لا لا هذا شيء عجيب هذا وارون جالس ميتجساس اسم متأكد هل وصل لها الخبر أم لا لكن من ظاهر على أن المكان هنا فإمنا جيد ممكن أن ذلك الصدع الكبير يا أصيقاء لقد ضرب فقط في لوسانتوس القرية اللي محدش أوه لا 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 شهدوا ما الذي حدثه هنا واو 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 هذا هو أكبر صدع في التاريخ يا رفاقي أكبر زلزال حدثه بطبيعة الحال لهذا السبب تلك البناء لقد تدمرت ركزهم الأرض انشقت وابتلعت ما فيها بطبيعة الحال تريفر لقد أحسب الزلزال كذلك سنحاول الذهب الآن للبحيرة وسنكتف هل الصدع وصل للبحيرة نعم بالفعل لقد يتجاه حتى يتضف تقريبا زلزال هذا قوي شايد اخترق البحر كذلك ركزه واو 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 لا 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 ممكن أن جزيرة سان اندرياس لقد انشقت إلى نصفان يا رفاقي سنحاول اتجاه لمنطقة عالية لكي نستطيع رؤية المنظر ساعدتولياتي المنطقة العالية لكي أدر لكم راقبوا يا أسيقاء أقوى صادع هو هذا يا رفاقي ذلك زلزال زلزال الدنيا وما فيها ركزوا هذا الزلزال فإنه جاي من لوسانتوس من بحر لوسانتوس وهو داهب 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 واخترق القرية هنا واتجاه أسيقاء لكي يقسم العالم إلى نصفان واو 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 لا لا شيء جنوني هذا لم أكن أتوقع نهائيا بأن هذا سيحدث بهذه اللابة يا رفا على الأقل تلك الزلزالة قد توقفت مرات الساعات إذا ركزتم جيدا فرانكين فإنه أصبح جيد لأن يستطيع المشي بشكل جيد وهذا شيء رائع ما هذا خاصة به فرانكين انتظروا نقرأ مايكل أرسل ليسالي لفرانكين وقال له تعال يا فرانكين يساعدني فرانكين بليز كوم هيلف مي واو واو ممكن أن الكاريتا لقد وقعت أصيقاء هيا بسرعة كبيرة عين الاتجاه عند مايكل لكي نقوم بمساعدته منزل مايكل منظر عليه أنه واقف لم يؤثر عليه زيزال كثيرا وهذا شيء جيد هيا لكي ندخل إلى الداخل واو واو ما هذا أحجار كيف دخلت هذه الأحجار لمنزله مايكل رقب رقب الأحجار ممكن أنه حدث لها سوء هيا لكي نساعد الفر شاهدوا هناك حطام كبير جدا أماندا أماندا ما الذي حدث لي أماندا نقبه أماندا هي غريقة شون في الحطام الحمد لله أنه قطع لحديث تلك لم تختارقها من نسبة مايكل أين هو مايكل ها هو مايكل شاهدوا مايكل المسكين لهذا السبب أرسلي تلك الرسالة لا تقلقي يا صديقي مايكل سأحاول إنقادك الحمد لله مايكل لازل على قيد الحياة هو يتحدك لكن مع الأسف الحطام لقد أصابه لا تقلقي يا صديقي مايكل سأقوم بإنقادك مايكل المسكين بالنسبة لي أماندا أماندا كذلك الحطام لقد سقط فوق منها بالنسبة لجيمي المسكين ها هو يحاول الحافر على أمها أماندا سأقوم بمساعدتك يا جيمي لا تقلق صديقي مايكل لقد قمت بإخراجه أثقاء الحمد لله ولا بأس عليه لأن لم يتأدى كثيرا هيا يا مايكل لكي نقوم بإنقاد أماندا أماندا لا تقلقي سنقوم بإخراجك الآن بعد ساعة طويلة من العمل أنا ومايكل استطعنا يا أثقاء رامي ذلك الرقام كله للخارج وقمنا بإنقاد أماندا تريسك تشفنا بأنها كانت محبوسة يا أثقاء داخل من غرفتها بسبب ذلك الرقام لكن فتحنا عليها الباب الآن والحمد لله لأمور فإنها بخير وعلى خير الجميع الحمد لله بصيحة جيدة كما تشاهدون يا أثقاء وكان هذا هو أقوى زيزال في تاريخ روسانتوس إذا أعجبتكم حلقة اليوم فضع منكم دعموا تتخذ أعجب المشروع مع صقائقكم وبهذا سأكون قد وصلت للنهاية حتى ذلك الحين كان معكم يا عاصم شكرا لكم الله وليلا صدق وداعه ولا تنسوا بأن السلام وخير وخيتام اشتركوا في القناة